أنا كم مرة نقلت ماذا حصل مثلاً للسيد الحميري رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل الذي تشيع من عائلة خارجية يقول أبي وأمي كانا يلعنان علياً أمي كنت أسمعها بعد صلاة الصبح سبعين مرة العنان علي بن أبي طالب فعاد أبويه برئ منهما وصار من شعراء أهل البيت ولقبه الصادق عليه السلام بالسيد سيد الشعراء وبدأ يهجو أبا بكر وعمر وعثمان ما أخل بيهم شيء هو شاعر مطبوع فضحل عملاق هم المخالفون يذكرون والخاصة أيضاً يذكرون أنه في حال الاحتضار اجتمع المؤالف والمخالف يردون يشوفون هذا اللي طول عمر قضاه في خدمة آل محمد عليهم والسلام وفي النيل من أعدائهم شلون حالة في حالة الاحتضار شلون يكون يقولون في البداية ظهرت نكتة سوداء في جبينه سرعان ما تمددت إلى كل وجهه صار وجه أسود كالقار فيقول النواصب اللي موجودين والمخالفين موجودين فرحة وإنه هذه آية يقولون ها شوف أصابه الذي أصابه لأنه كان يسب أبا بكر وعمر سمعهم السيد الحميري وهو يجود بنفسه الروايات تقول التفت صوب النجف الأشرف التفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له يا أمير المؤمنين أهكذا يصنع بوليك يقول سرعان ما ظهرت نكتة بيضاء في جبينه فتمددت إلى أن شع وجهه نورا اللهم صل على محمد العالمين ففرح الرافضة الأبرار واكتأب النواصب والمخالفون كلهم كانوا حاضرين عنده وبعدما شع وجهه نورا وبياضا قبض يذكر ذلك المؤرخون ومن ترجم له الله أراد إظهار الكرامة إذا من البداية وجهه أبيض يقولون خوة هذا ربما الدم نشف صار وجهه أبيض ما مو كرامة مو شيء أما في هذا الموقف وجهه أولا صار أسود فذولا شمتوا وبعدين خاطب أمير المؤمنين فحصلت هذه الكرامة وبيض ضوجه صار حجة على كل الناس ليش لما كان في هذا الموقف السيد الحميري ما قال هو ذا أخوكم يذهب به إلى النار أو يعفو الله ليش؟ ليش مطمئن هكذا؟ هذا الاطمئنان ليش؟